ماذا الواقع؟ ألعاب إكس بوكس ستنزل على منصة PS5 وبالتالي زيادة مابعات الإكس بوكس زائد شهر أكثر لمنصة الإكس بوكس وأخيراً أخيراً سنتخلصوا ليس شيئاً اسميها الفان بوز يعني ما يبقى شيئاً اسميها إكس بوكس السنة من PS5 والـ PS5 السنة من الإكس بوكس يعني سيكون لدي واحد استقرار بين المنصتين ولمعلومات أكثر كمّل معنا الفيديو تالأخر ويالله نبدأ على بركة الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأصدقاء لبس عليكم كانت من يربي دائماً تكون في أشم السحول على فيها إلا كانت هذه أول زركة في القناة فأنا أحمد شبرو كنقدمه شواتيقني كذلك كنقدم نصائح حول الجيمين فأهلاً ومرحباً بك موضوع الحلقة كما الشي هو أنه ألعاب الإكس بوكس ستقول لي منصة بلاي سيشن ولكن قبل ما نبدأ هذا الفيديو حاب نقول لك باللي هذه فقط مجرد احتمالات يعني ما زال ما تم تأكيد عليها إلا أن آخر المعطيات وآخر السجلات وآخر المقالات كتأكد وكتقول باللي في الأغلب أن شركة الإكس بوكس غادي تحط الألعاب ديلها الحصرية على منصة PS5 وكما علومة أخي الكريم قبل ما ندخل في صلب الموضوع خستك تعرف باللي إكس بوكس سنات على واحد صفقة مع شركة أكتيفيجين تقريباً بـ 67 مليار تخيل معي صفقة ألعاب بـ 97 مليار شنو في هاد الصفقة؟ هاد الصفقة أخي الكريم فيها ألعاب ديل الشركة أو الاستوديوات اكتيفيجين منهم ألعاب ديل كالوف ديوتي وكذلك اللعبة تكراش الغنية يعني تعريف وذلك هاد الألعاب غاين نزله على منصة الإكس بوكس يعني الشركة خاسرة فلوسها يعني الشركة حاطة الملاير قبل ما ندخل معاك في الموضوع قلت لك هاد القضية هذه بش عرف علاش الإكس بوكس ولاش كتفكر بهات استراتيجية هذه تزيد على ذلك عزيزي مشاهد أن شركة الإكس بوكس الهدف ديالها الرئيسي هو بيع خدمات ديالها يعني بيع خدمة وحاليا كتفكر أنها تبيع الألعاب ديالها في منصات أخرى مثل منصة بي اس فايف ونصرحة كنشوف التوجه ديال الإكس بوكس غادي في واحد المصار صحيح علاش لأن الشركة غرض ديالها كامل هو الربح ومدام هي كتفكر بهات طريقة إلا وغادي تتوصل لذلك شي اللي باقع علاش لأن الصفقة أخي الكريم ديال اكشي فيجين غادي تزيد شهر لإكس بوكس وغادي تزيد تكبر المنصة ديال إكس بوكس تخيل معايا شو اللي تدخل منصة ضوغ تدخل منصة الإكس بوكس تلف خلييني من البلاي سيشن فايف اللي مؤخرا ما بقعت كتزر تشي ألعاب حصرية مع الأسف لو أريدت الحصريات ديالها سترجع للور وتلعبهم حتى باي اس فايف ديالها ما زال الحد الآن حتى شي مطور ما استغل المواصفة دياله والدليل على ذلك ما كانت شي لعبة فور كي كتسبورت مية وعشرين فباس تخيل معايا جهاز اللي كي سوى السيلة في درهم سبعة لف درهم غا تشريه غا تجيبه للدار وما تقدرش تلعب ألعاب الفور كي بمية وعشرين فباس يعني أنا كنشوف وأن الأكس بوكس غدا في ما صار صحيح وكتفكر بستراتيجية وعر من ديال سوني ولا أخفي عنكم أن حتى شركة الأكس بوكس تعاني شركة الأكس بوكس حتى هي براسة معنداش حصريات ربحالة بحل باي اس فايف حتى هي معنداش حصريات وحتى هي لتاجئات الاكتيفيجن والتاجئات للشركة الطرف تلت باش تجيب ألعاب دونك فين هي الألعاب ديالك فين هي الألعاب ديالك مايكروسوفت مع الأسف حتى الميكروسوفت نفس المشكلة اللي عن سوني عندها حصريات فهنا غيت تطرح واحد علامة استفهام من شركة اكس بوكس منين غادي تجيب الأرباح دياله مدام هي كتبالك أصنا الجيم باستر خيس وكتاخد تليجو ساوين سبعين دولار كتلعبو من تفابور من أول يوم إصدار اللعبة تخيل معي اللعبة كتخرج اليوم كتلعب ان تفابور منين غتجيب الأرباح فالأرباح أخي الكريم ستجيبهم على ظهر PS5 فهمتي دا لماذا ألعاب ديال اكس بوكس ستباعه في منصة PS5 لأن الشركة كتفكر تزيد في الأرباح دياله في الإرادات دياله ماذا عندي لنا بألعاب عندي في الجيم باس اللي بنادم ديجة يخلص وحد الشارك اللي هو فين غن ربحانا فين غن قدر نوصل دك المبلغ اللي خسرتو على ألعاب ديال اكشيفيجن السياسة هي أنها تبيع الألعاب دياله للشركة الطرف تالت منها شركة سوني يعني PS5 حتى هو غتولي فيه الحصريات ديال اكس بوكس وحتى واحد الفرضية اللي أنا شخصيا كنشوفها فرضية صحيحة كون أن شركة مادم درت واحد سيناتور واحد العقد مع شركة اكشيفيجن وغيجيو الألعاب ديال اكشيفيجن غيتلاحو في منصة الأكس بوكس يعني غيقولي الفائد في الألعاب تخيل ما هي حامل اللعبة غتولي عندك في الأكس بوكس وفي الجيم باس وبالتالي مايكروسوفت ماذا تدير بالألعاب يبقى غير عندها ماذا تستفد مادم كانة إمكانية أنها تبيع الألعاب دياله لذلك غتولي تربح من فان ديال اكس بوكس وتربح من فان ديال PS5 وهذه هي أكبر صفقة في تاريخ الأكس بوكس يعني من الآخر شركة اكس بوكس هتولي الطرف تالت يعني تقدر تلقاها في الـ PS5 متشاري في PS5 وتدخل تتقلب على حصريات الـ PS5 وتشري الالعاب ديال PS5 شوية تتفاجب واحد اطبيق ديال اكس بوكس وغتلقى الالعاب ديال اكس بوكس وتقدر تشريها وتقدر تلعبها وغتقولي كيف هش الـ PS5 غايدين رضاق يحط الألعاب ديال اكس بوكس أصلاً سفايف ومنها منصة ديال وبي سوفت ومنها كذلك منصة EA Sport اللي عندها الـ FC-24 لذلك عادي جداً أنك تلقى منصة الأكس بوكس أو الألعاب الأكس بوكس في PS5 أما واحد إيجابية أنك نشوفها صراحة واعر بزاف إلا داروها في PS5 تخيل معي غير تلعب ألعاب الأكس بوكس في PS5 وغير تلعب الفورزا ورايزن 5 فورزا في PS5 فورزا بالمان أيضاً فورزا بالمان أيضاً في PS5 هرها شي حاجة رهواع سيخت و سيخت و الناس لما يقدرون أن ينزلون كما يقولون هم المستوى للأكس بوكس هم سيقومون لعب الحصريات للأكس بوكس في PS5 تقول أنه في وقت من الأوقات للأكس بوكس سيكون صديق للأكس بوكس واو تخيل معي جوج منصات في جهاز واحد ويريش أنه مانتاة للأكس بوكس والمانتاة للأكس بوكس تخدم في PS5 مع الأسف هذا الجوج لا تجدوه في الكنسل ولكن تخيل معي أنه ستشاركة ستشاركة للأكس بوكس لأكس بوكس لأكس بوكس وما ننسى كذلك أفضل لعبة التي تستطيعها كثيرا وسيقول لك أنا لديك PS5 هي لعبة السيميلاتور يعني من الطائرات من أفضل أمتع الألعاب التي تستطيعها تجربها في PS5 أنا جربتها شخصياً عندي في الكنسل والأكس بوكس تخيل معي إن شاء الله سأخبركم فيديو تخيل معي تزور أفضل الأماكن في العالم المشكلة عزيزي مشاهد أنك تحكي الواقع تخيل معي بالطائرة ممكن تهبط لباري ممكن تهبط لإيطاليا ممكن تهبط لسويستر ألمانيا هولاندا أي دولة في العالم جابون ثورت تزورت في المنازل ديالها رح ما يمكنش الخوط على إحساس وحتى الطائرة ومتى سايقها شي حاجة ما يمكنش نوصفها لك كنتمنى شنهار إن شاء الله نتوفق ونديروها في القناة باش تشوف هذا المحاكي اللي كنتمنى أيضا ينزل على منصة PS5 واحد نقطة أنا كنشوفها غا تكون إيجابية للأكس بوكس أو لشركة مايكروسوفت هي كون أن PS5 أشهر من الجهاز يعني جهاز PS5 مش هور كتر من الأكس بوكس وبالتالي ألعاب ديال الأكس بوكس غادي تزيد تشهر كل شي غادي يسماع لألعاب الأكس بوكس اللي ولاش في PS5 وكل شي غادي يولي عنده واحد شغف إلى تعلق بالألعاب ديال الأكس بوكس يعني نهار تحيد من منصة PS5 كل شي غايمشي جري عند الأكس بوكس ومالاخر إلى تمت الصفقة غايولي واحد لفان واحد الجمهور كبير حتى هنا كنت سألت الفيديو كنتمنى تكونوا استمتعتوا ذات الفيديو كنتمنى تكونوا خذيتم معلومات بزاف على هذ القضية هذي بشال لسمعتيها وبغيتي تفهم انا حاولت نشرح لك الماكسيموم علاش اكس بوكس ولا تكشف كرف حالكة ولا تمت الصفقة شنو العائدات وشنو الارباح اللي هتولي عند الاكس بوكس شرحت لك كل شي وما تنسانيش في لايك أخي الكريم هفضدابة وما تنساش الاشتراك في القناة إذا كانت هذي اول زراك في القناة فتخيل معايير كمية دي الفيديوهات اللي جايين ره ما يمكنش فكن نتلو الأخي الكريم دير نوتيفيكاسون بشتوصل بالجديد أما الآن أضرب لكم موعدا في الفيديو قادم إن شاء الله دومتم فرعي عايش الله وحبتي وحبكم في الله دائما وأبدا والسلام اشتركوا في القناة